اشتركوا في القناة تكلمنا عن وضع الاعلام الجديد الذي غطى الثورة اليوم نحاول او نستمر في هذه الطغطية محاولين ان نسلط الضوء على ابعاد اشعال هذه الثورة لربما كان للسجن ابي سليم الدور الكبير في اشعال هذه الثورة الحديث عن هذا الموضوع خصوصا ينضم الينا الان في الستوديو السيد عبد الرحمن غويلة وهو السجين سياسي سابق وضابط بالشرطة سابقا وخرج لكلية الشرطة بمصر عام 75 مرحبتين سيد عبد الرحمن غويلة مرحبا السلام عليكم مرحبك في هذه الطغطية الخاصة التي اقمناها لاحياء ذكرى السابع عشر من فبراير قبل ان ندخل في موضوعنا موضوع سجن ابو سليم بل تعني لك هذه الثورة هذه الثورة ان لم تقم الا بانهاء انظام عمر القدافي لكفاني منها ما نلت من الحقيقة يعني يكفينا انها ازالت هذا الطغوط هذا الظالم الذي اهلك البلاد والعباد اضر بالحرف والنسل اضر بكل ما هو كائن حي في ليبيا لم تسلم منه لا انس ولا حيوانات ولا نبات لم يسلم منه شيء معمر القدافي فيكفيني ان الثورة هذه حقت لهذا الحدث طيب بداية سيدي الكريم انذكرنا السابع عشر من فبراير هذه الانتفاضة الشعبية التي فاجأت العالم لا نستطيع ان نذكر هذه الثورة بعيدا عن سجن ابي سليم سجن بوسليم سجن بوسليم الذي كان شرارة لهذه الثورة سجن بوسليم الذي كان صورة وعنوانا للتضحية والفداء والجهاد والقمع والتعذيب كان عنوانا لانيني اسر اولئك الشهداء الذين قضوا نحبهم في هذا السجن سجن بوسليم حدثنا عن هذا السجن بداية سجن بوسليم كيف كان شرارة لهذه الثورة بسم الله الرحمن الرحيم واصلي وسلم وبرك على السيدنا محمد المبعوطي رحمة للعالمين بداية اشكر حضرتك السلامين على استضافتي في هذا البرنامج الله يحمد واوحيي قناة التنصح والعاملين بهذه القناة محترمة راجيا لها كل توفيق ونجاح واترحم على شهدائنا الابراد الذين اتاحوا لنا هذه الفرصة في ان نتكلم الان بحرية بدون قيود ولولا تضحيات هؤلاء الشهداء الذين نسأل الله سبحانه وتعالى ان يكتب لهم الاجر وان يدخلهم جنات النعيم وان يلهم اهلهم دائما الصبر وندعو لأهلهم بالصبر ونشكر اهليهم الذين دفعوا بهؤلاء الابناء وهؤلاء الابطال هؤلاء الرجال الذين كانوا سببا في تحررنا نعم اما ما يتعلق بسجن ابو سليم حضرتك سجن ابو سليم حضرتك قدمتني كضابة شرطة سابق دعني احكي لك يعني ربما تكون طرفة او حادثة تعلقت يعني كانت معي بخصوص هذا السجن عندما كنت ضابطا للشرطة في الجوازات في الادارة العامة للجوازات بشرع سيدي كنت مسؤولا عن بعض الاشياء السرية والملفات الخاصة وملفات سرية دخل علي ذات مرة رئيس عرفاء من الجيش في ذلك الوقت من قوات المسلحة وهو يحمل مجموعة جوازات سفر يريد الحصول على اقامة لهذه الجوازات نعم فلفت نظرة انه عليها ان يذهب الى الجوازات العسكرية قسم الجوازات العسكرية فقال لي لا انا مبعوط لك انت للقسمة متاعك نعم قلت لنا ملياش اي علاقة بيكم فبعدين لقيت انا عندها رسالة وموجه هنا وموقع حالها المدير العام انها هنين ساعدهم في العمل المتاح فانت شركة مقاولات شن علاقة الجيش بالمقاولات وانت شن دخلك بالمقاولات فقال لي والله احنا نبنو في سجن الكلام هذا كان في سنة تسعة وسبعين سبحان الله نعم فانا استغربت يعني تبنو في سجن نعم يقول لي والله يا فندي تتمنى ما تتفرج سبحان الله سجن تتمنى ما تتفرج سجن تتمنى ما تتفرج نعم فهذه بداية هني كيف انا يعرفت ان فيه سجن وين يبنو فيه قال لي ونا يبنو فيه في بوسليم نعم واذا بيندشن هذا السجن انا دخلت هذا السجن هده ربه من الترفع الحقيقية ترفع حقيقية نعم فدخلت الى سجن ابو سليم في يوم 19 يناير كان يوم 5 سنة 89 ظروف الاعتقال انت سجن سابق وسياسي ظروف الاعتقال كيف كانت طبعا انت عارف ادوات القمع اللي كانت متوفرة وموجودة عنده يدها الطولة في هذا المجال كان يتباهى بان لدينا يد الطولة احنا اتطورتها يقول لنا تلحق الناس حتى في الخارج ونصفيهم ونقتلوا فما بالك بالداخل اتصلوا بنا الامن الداخلي يجوا عندي اخوي عنده محل صيانة اجهزة مرئية ومسبوعة وكذا تلفزيونات ورديوات وفيديوات في ذلك الوقت فوقفوا عليها قلوا ان ابو عبد الرحمن ان اجمعت الامن الداخلي فقال هماني عبد الرحمن يعني اخوك فبعدين قالوا لها تعالى معنا منو انتم معطيني بطاقتكم لما عرفهم الامن الداخلي قال هماني مانيش عبد الرحمن اش انتبو فيه انتم قالوا بايا انت تعالى معنا مسكوا اخوي في امكاني وجاني اخوي الصغير في البيت وقال لي اراه واخوه قعد الغني رفعوه الامن الداخلي فامشيت وكنت منزعج حوالي ساعة 8 نص صباحا كانت عندي الوالدة في ذلك البقت عندها السكر مرتفع حوالي 300 وحاجة زيكي والدي رح ما طلع عليه لخمسة شهور كيف متوفي فقبلها بيوم احنا محلين للوالدة لما جي شلين عليها اخوي البيت اعتقدت ان والدتي حصل لها مقروه فزيت منزعج نجري بعدين يقول لي لا والله اخوك رفعوه الامن الداخلي فامشيت لما مشيت لهم في المنصورة كان مقررهم في المنصورة افرع طرابلس طبعا المباحث انت افرع طرابلس ما خلوني شحة نركب السيارة لا المكاتب اسف يعني ما دخلت شحة لي مكاتبهم استلموني من السيارة على طول ورفعوني دي سجن ابو شليل شخص اللي كان يقول السيارة كان عريف عندي في الجوازات يعني شوف المفارقات العجيبة الاخرى يعني واصبح ضابط ملازم برطبة ملازمة واصبح يشتغل في الامن الداخلي في ذلك الوقت اسمه ميلاد الحداد يعني وكان سيء الخلق وسيء التصرف مع الناس يعني ومعاه واحد تاني عريف او رئيس عرفة لبسين مدني طبعا وعنده كلاسين كوف ورقبني التالي في الكرسي منتع السيارة وقلي امشي غادي واخر غادي لا انا منتكش انت انا منتكلم انت بعدين هذا الحداد قلت لها انا شاني فيها ميلاد قال لي والله يا فندي ويخطب فيها يا فندي ومسعرف شين كده احنا مطلوبا نرفعك للسيجن بوسليم تحفظ متاع يومين ثلاثة بس نعم قلت لبعا يودي خطمني عليه حوشي خلي نقولهم قلانا عندي تعليمات وما انا قدرش مش عارفة فطول الطريق قاعد يبيحكي معاي وبيهدرس معاي انا سكر تعليم عاش بيتنكلمه قاعدت اني نقرأ في القرآن ونسبح مش عارفين وندعف يا ربي الان دخلنا السيجن بوسليم هذه كانت هذه ظروف الاعتقال هذا الاول يوم ربما في ذلك الوقت في سيجن بوسليم تحديدا كما وصف بان القائد معمر القذافي زي ما كان يسموه فيه كان يعتقل الناس على اهواء الشخصية وتهم تختلف نعم ما بين سجن سياسي الى اسلامي الى وشاية الى غير ذلك من التهم المعلبة التي كانت تلسق بمعارضيه او مناوئيه فايش صحة هذا الكلام معمر قدافي لم يترك انسان يعني يحمل فكر او يعني له نوع من الاستقامة يعني رجل مصلية ويقرأ القرآن او معارض مرأة او رجل حتى الطفل ممكن حتى كان معنا واحد يعني بلغ الحلم في دخل السجن يعني من شاب يعني لم يبلغ سن الحلم يعني سبحان الله اي والله احداث احداث يعني والسبب انه مما بحثوا على اخوه ما يقوش اخوه فلا هذا سيد ذكر اللي تكتبت اسمه ميراد الحداد طلع القلب وقال لشان اسمك انت قال اسمي فلان فاكتب له اسمه في ديل القائمة ودخله للسجن يعني فكان معمر قدافي قمعي وراضي بكل ما يقوم به الزباني ينتعه لكن سيد عبد الرحمن لو كان رجع لي الذاكرة قليلا الخلف القذافي كان يقول لا يوجد لدي سجون نعم وكان ينشد اصبح الصبح فلا السجن ولا السجان ولا السجان باقي نعم وذهب الى السودان وهدم يعني بوابة اكبر السجون سجن كوبر نعم سجن كوبر سجن كوبر وصرح انه جاء الوقت القضاء على السجون نعم في السودان انا ذاك نعم وفي وقت الذي كان يعتقل فيه الالاف من الليبيين كيف ترى هذا التناقض يذهب الى دولة السودان لا يوجد لدينا سجون واصبح الصبح وفلا السجن ولا السجان وانشيل وهي لمان عاملة بينما الالاف يسجنون كيف تشوف هذا التناقض لا انت التناقض انا نوريك حاجة اخرى تناقض ولعلها اعتهي تكون من الطرائف يعني او من مساوي هذا النظام او يعني عبر عنها كيف ما شئت سيدي الفاضل في ذكرى ما يسمى بأصبح الصبح اللي كانت هي طبعا بدايتها كانت اثنين مارس سنة ثمانية وثمانين وحنا اعتقلنا في يناير تسعة وثمانين بعدها بعشرة شهور يعني بعد اصبح الصبح المتاع المزعوم هدايا في السنة الثانية اول سنة ما فتحوش الناس شئ داعات او غيره في السنة الثانية كانوا يطلعوا فينا في التهوية او ما يعرف بلاريا نعم ويفتحوا في الاذاعة ومكبرت الصوت يوم اثنين مارس ويحطوا في النشيد من اصبح الصبح يا سلام للسجن ولا السجن الواقع فنقولوا معنا وين يا ناس يعني هاتي هاتي شوف انت يعني اسوأ من الهكي ما فيش وكذبوا اختراع على الناس يعني الغريب ان فيه الناس ليبيين كانوا مصدقين يعني السدازة بعض الناس يعني انا ولا يمع مرقدا في فعلا نحطم السجون وانا هو كذا ومش عارفين هو ما عارش الا بوابة فيداخل السجن كسرها وبس طبعا لربما انا صغير في السن لكن لم يغب عن ذاكرة ما يعرضونه في افتتاح قناة الجماهيرية صباحا وين هدم السجون نعم يذكر الناس انا لنجل لديه سجون انا ماديش سجون يا عالم بزبط كان اول من يفتح به القناة الكشيك الاصفر كيف يهدم في السجون نعم والسجون طبعا ما شاء الله وهذه كانت عبارة عن بوابة فقط وبوابة داخلية اللي هدها هو كانت بوابة الداخل مش حتى من البوابات الخارجية يعني نعم وشاني هد فيها هد فيها الباب الحديد الكنشيلو شوي عاصة وخلوها قاعدة تمكسرها حتى بعد الحنية في داخل السجن قاعدة تمكسرها طيب لمن هذي الرسائل هل يريد ان يقنع العالم الاخر اللي هو عارف حقيقة امره او اللي يقنع لبينة اللي في الداخل اللي بينة في الداخل ابناهم في السجون لمن هذي الرسائل هو معمر القدافي هذا مانيش عارف يعني الرجل مجنون نعم الرجل غبي يعني وين كان كلمة الرجل الحقيقة لا تطلق على مثل هذا نحن عندما نذكر هذا الكلام سمعني بتعطي عليك فيه عند الان مش عارف الحقيقة صحيح لم يسجن احد من اهله او من بيته يقول لك لا كان نظام حقق الامن والامان ولم يتكن هناك سجون والذين سجنهم كانوا زرادقة وغير ذلك هو يعني زي ما قلت لك ان الرجل هذا كذاب يعني يتجرع الكذب يمسي ويصبح كاذبا يعني معمر القدافي هو زبنيته كله اعلامه الناس محيطين به كلهم كانوا يتنفسون الكذب يعني رجل في طورة 17 فبراير جوه كلموه القريبين منه نعم فيقول انا والله الشعب شني بي مني وبعتقدت لحظة في تلفزيون ما يبيب الا لاغثمية يعني يعني شوفت شعبي يحبني شعبي يحبني يعني ويقول انا شين يبوا مني انا اعطيهم التروة اعطيهم السلاح وعطيهم نعم التروة السلاح التروة وسلاح شدي يعني وسلطة شيني اللي انت عطيها الناس بالقمع تواجه فيها بالقمع في ذلك الوقت في التورة سببا يواجه فيها بالقمع يقول انا اعطيتهم التروة والسلاح فالرجل كان متناقض مع نفسه كذاب يعني السجن هذا اللي كنت فيها سجن بوسليم حوالي يعني الفترة اللي كنت فيها انا في السجن حوالي 1400 سجين تقريبا طيب 500 سجين سمحني سيدي كريم بعدين يقضي على في المدبحة على 1272 سجين طيب الان سمعت معلشي سمحني نسترد أمين فيه بعض الناس يقولوا والله لا المدبحة العدد راهه بسيط والمبالغ فيه والكلام هذا راهه مش مزبوط طيب سيدي كفتب وتصدقوا للكلام قواهم موجودة انتعت الامن الداخلي موجودة ان فلان وفلان وفلان قضى في المدبحة وهذا العدد هو اعترف به نفسه في السنين الاخيرة طيب سيدي كريم لربما انت في عمر الوالد بارك الله وفيد اقول لك الان النظام السابق كان يصفكم اكرمك الله بالزنادق نعم هل حقا انتم زنادق يعني ما ملبسات اعتقالكم لماذا كان يعتقل فيكم نظام السابق هو الغريب انها كلمة الزنادق يعني احنا لم نسمع بها الا بعد اعتقالنا نعم يعني اطلقت علينا هذه الكلمة بعد تقريبا سنة او سنة ونفس من اعتقالنا اما قبلها ما كانتش موجودة نعم يعني في شهر اكتوبر سنة التسعة وثمانين القى خطاب يعني جدنا حوالي عشر شهور وقال ان هذا ما على اهلهم ما لم ينسوهم هذا ما زي السرطان يجب استقصاله هذا ما زي جنون البقر يجب انه يقضى عليهم بعدها في خطاب اخر يمكن بشهور قال والله الزنادق هده ما مش عارف شين وكذا وكذا سبحان يعني لدرجة نحن صنفنا زنادق يعني زنديق انت عارف انه يعني فيها الطلوع خلاف يعني الذي يبطن خلاف ما يظهر لكن بحقق الامر كل ما له توجه سياسي او التزام ديني او غير ذلك مما يناوئ رغبات وافكاره افكاره الخضراء وغير ذلك نعم فهو بالنسبة له زنديق نعم هكذا نقول هو صنف الناس زنادق نعم صنف الناس في الخارج اكرمكم الله حاشا المشاهدين الماحترامي كلاب في سنة الاربعة وثمانين لما اقام المشانق وقتل الناس في شهر رمضان قال احنا عملناها مزي القطيس ومفطصناها مزي القطيس موجود هذا موفق هذا موجود في خطبه يعني الناس مش عارف ليش تتناسى انا في هذا الكلام يعني شنين عمر القدافي من خير اللي شافوه منها طيب سيد عبد الرحمن كان يصنف يعني تصنيفات سيد عبد الرحمن البعض وصف سجون القذافي بانها مقابر للاحياء نعم كيف كانت هذه السجون لك ان تتصور سيد الفاضل كل ما يتعلق بالسوء هو يعني هذا هو السجن احوال السجين يعني اولا يعني دعنا نتكلم مثلا بقينا في ثيابنا التي يلقي بها القبض علينا حوالي عشر شهور سبحان الله لم تمنح لنا ملبس نعم لم يمنح لنا صابون نغسل به يدينا كنا الواحد يدخل الى دورة مياه يقضي الحاجة سمحني مع محتواني المشاهد الكريم الانسان يقضي الحاجة ويغسل يديه بالماء هكذا فقط ما فيش صابون نعم انتشر بيننا حشرة الجمل في الرأس لانه ما عندناش فرصة لحلاقة الشعر ولا فرصة لحلاقة اللحة ولا فرصة لبطين ولا العانة ولا المؤخدة ولا الجمل هذا كان منتشر فينا بطريقة يعني مزرية ادلال نفس البشرية ايوه الجمل بعدين جابونا بعد حوالي عشرة شهورة وحاجة هيك جابونا صابون ايراني نعم وصابون غسلات مكتوب عليه صابون غسلة نعم يعني غسلة ومكتوب عليه يعني لا يلامس الجل قدار بالبشرة سبحان الله وحنا اخدينا هذا الصابون وفرحنا به وغسلنا به وكان يعني كأنها هدية من السماء نزلتها علينا سبحان الله ما فكرناش في خطورة هذا الصابون علينا يعني شنوه ممكن يعمل في الهلدة وفي الفروط الرأس أو كانوا يعطونا في الإفطار أو في اليوم اليوم كله يعني في اليوم بنيتين بنيتين من الحجم الصغير سبحان الله يقولها البنيتين الروسية هم باش ما تنوت شمس بأيوة عشان ما نموتوش البنيتين هد مية ما تعرفش كيف تصرف تكلهم الصباح تكلهم في العشية في الليل انت وضميرك والله يجوع بعدين يجيبونا يوم أكل يوم روز ويوم مكرونا يوم روز ويوم مكرونا ست سنوات أنا بقيتهم في السجن ست سنوات وارفعين يوم هذا الأكل سبحان الله يوم روز ويوم مكرونا وتأتي سخنا وبعدين تلقنا ما نقدروش حتى ناكله نحطه لنا بالطريقة هادي يعني ما فيش ما فيش ملاعق فيش حاجة فيش بيدينا وأبافرنا كانت طويلة فابتكرنا طريقة اللي هي أن احنا نحق الأبافر متاعنا على الجدار الحائق كنت على الزنزانة الله الله لأن الزنزانة ما هيش ملسة ما مرشوشة من داخل رش يعني فحرشها يعني فانحقه أضافرنا على الجدار هذي سبحانه يعني كنا نحقه يعني الحق الإنسان يعني لذلك أنا في شباب تحصلوا على علب جبنة الزرقة صغيرة وعملوا فيها بالمصمار ثقوب فأصبحت يعني حادة فحكوا بها جلدهم الله فبعدين نتيجة الحك أصبح دم يسيل منهم الله نتيجة الرطوبة والعفونة اللي موجودة في الحجرة عدم التهوية النفس انتع حوالي 18-20 شخص في كل الحجرة كبرها 4-6 تقريبا يعني ودورة المياه في داخلها ولمواخدها فتسبب لهم في التقرحات وسبب صدين في جسمهم الشباب هذا تسممهم يعني طيب طيب هذا نهيك عن العذاب والتعذيب هذا سؤال إلى جانب التعذيب النفسي وعدم يعني الأشياء البشرية البسيطة التي احتاجها الإنسان لا تتوفر في هذا السجن هل كان هناك تعذيب جسدي التعذيب الجسدي يبدأ من دخول السجن نعم كيف صور يعني ساعات الحرس من استلامه يبدو فيه طر سبحان الله يعني ساعات حرس يخش عليه في السنزانة يفتح السنزانة ويطر طيب ايش أنواع التعذيب الموجودة كانت يستعمله في الفلقة طيب طيقة هي معروفة في العالم الأجمع كان عندهم يعلقوا الشخص في الجدار بالكلبشات يعني يقعد زي الخروف معلق من يديه في شباب الآن لحد الآن الكليبشة ما قطع في يديهم يعني كانوا هكوي يعني ويولعوا تحت منها النار الله فيقعد النار تحت مرزله نعم وهو معلق وكان في البرد يعني نحوه من يجردوه من ملاته ويجدوه بالكاو اللي هو خيوط الكهرباء الغريضة هذي يجدوه وهو هو معلق نعم بعدين يصب عليهم مية مية بارضة في عز الشتاء هذا لكي يعترف ولا ايش لكي يعترف نعم كانت عندهم حجرة في دهليز تحت الأرض هذي مصمطة خالية من أي إضاءة ما فيهاش أي إضاءة على الإطلاق تحت الأرض ومزوجينها باللون الأسود بحيث أن ما ينبعش منها أي نور ويقعد الشخص فيها لا يعرف لا ليل لا نهار سبحان الله وميك المحد يجيبوا لأكل من تحت الباب نعم الحارس يعطيه الأكل وميك الماش فتخيل الإنسان يعني ما يبقى فيها سبوع عشر أيام شهر يعني بالطريقة هذية طيب إلى جانب هذا التعذيب نعم تعذيب نفسي تعذيب بدني نعم تعذيب بشتة أنواعه ما هي أبرز الأشياء التي كنتم تحتاجونها في السجن أنت كسجين موجود بين أربع جدران مغلقة عليك وهذا التعذيب موجود بإجراء مكلمات تليفونية واشترطوا أن هل يتكلم السجين مرأة نكلمها شي رجل ما يكلمه شي أبناء لماذا؟ والله هذا شروطهم هما طيب كيف كان واقع السجن على الأسر أسركم وأهلكم وغير ذلك؟ كانوا يعانون الأسر في الخارج يعني كانت معاناتهم كبيرة جدا أنا مثلا نتكلم عن تجربتي الخاصة أنا تركت أربع أطفال عند سجني أكبرهم بنتي نسيبة حيها في هذه الليلة في تركيا إن شاء الله اللي نسيها بالخير هذه كانت عمرها تسعة سنوات تقرى في الصف الخامس بنتي التانية سندس في الصف الثالث عمرها سبع سنوات نعم بنتي حذامي عمرها سنة ونص نعم ابني محمد ثلاثة شهور فتخيل هؤلاء الأطفال لا معين لهم زوجها ربة بيت عندها قصة من التعليم الحمد لله ولكنها يعني ربة بيت موجودة في البيت لو يوجد من يعولف عندي إختي طبعا بعدين اهتموا بي وعمي وأصدقاء وغيرها لكن ما يجيش زي الأب أكيد مستحيل يكون زي الأب يعني والمثل المثل اللي بي يقوله يعني في مثل ضريف عجبني يعني يقولك لو كان العمي يا ربي ولدخوه ما فيش حد يبكعلبوه سبحان الله صحيح يعني الأب ما يجيش حد زيها يعني مثل الواقع يعني أنا 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 لما توفع عمري عمري 38 سنة ومشعرت بلوعته وفراقه يعني فما بلح الأطفال لذلك أجوع إلى اليتيم أيوة يعني نعم فقعدوا أبنائي أيتام وبوهم حي يعني عاشوا اليتم وولدهم حي يعني على وجه الأطف يعني المشاعر نعم مشاعر السجين بعيد عن أهله بعيد عن أطفاله بعيد عن فلذات أكباده نعم كيف كانت هذه المشاعر صدقني أنا نقولك أن في بداية السجن بكيت بكاء مر نعم يعني لم أحتمل السجن يعني وخاصة في الأيام الأولى للسجن يعني لم أحتمل السجن على الإطلاق يعني تركت أبنائي أطفال تركت زوجتي كانت واخد دور برد في ذلك اليوم يعني لما اعتقلت ولدتي زي ما ذكرت السكر سكر والدي لي خمسة شهور متوفي وأنا أكبر إختي كنت المفروض أن اللي بنا نقود الأسرة ردبالي من أختي أخواتي كان الوالد رح مطلع عليه دائما يوصيني بأخواتي بالدات يعني أربع أخوات كانوا لي دائما يوصيني في حياته وهو في كامل صحتها يقول لي ردبالك من أخواتك تصور أن أخواتي الأربعة جوزوا محضرتش منهم ولا وحدات سبحان الله يعني راح تهباء يعني معاناة الحالة النفسية وقع مؤلم على القريب جدا جدا يعني ولما جيتشوف يعني معاناة ناس آخرين معاي في دخل السجن مثلا كانوا في ناس مكفوفين يعني هو هو مسجون في دخل السجن هو مسجون أصلا رهين محبسين زي أبو العلال معرفي يعني فهمت أعمى ومسجون يعني لا حول لا قوة يعني إحنا ننقودوهم إحنا ننوسطوه في بعض مكفوفين متكين ما يقدرش يتصرف يخش لدورة المياه لوحدها وفيهم يعني ناس كانوا يتحرك ويمشي وغيره سيد عبد الرحمن هناك العديد من الليبيين مفقودين نعم في سجون العقيد المشؤوم نعم هل يعني واجهاتك حالات لموت بعض السجناء أمامك أذكر يعني حوالي أربح وفيات كانوا معانا في السجن تقريبا منهم الشيخ محمد الفورتية رح نطلع عليهم من صراته نعم ومنهم واحد اسمه جمال العربي من منطقة الهضبة شاب صغير ومنهم واحد من غريان اسمه العجيري بوش ومنهم واحد اسمه الشيخ أحمد العماري أصله من مسلاته وكان يدرس في جامعة البدري في الهضبة الرجل هذا معاق الرجل هذا عنده مرض القلب يعني لو يخطو خطو من هنا إلى الكاميرا أو من هنا إلى آخر السوديو يعني انتعت أربع خمسة متر لا بد يقف فيهم يقف نفس ويمشي بعكاز وكان حاني الظهر أحدب يعني نحن نقوله جوبه بالليبي ما نعرف لشي يعني رجل زي هذا همه أو مشكلته أنه كان نعطيه في دروس في المسجد فقط يعني الرجل هذا مريض يحرس يحرس مات وخلوهم ملوح في الممر وغطوه البطنية وملوح في الممر وقالوا معنا طبيب اسمه دكتور آدم بوسدرة من معت البيض الله يمسيه بكل خير كان حاول يدير له تدليك للقلب لمش عارف شنيه ومات بين يديه فقدوا كل قيمة إنسانية الشيخ محمد الفورتية رحمة الله عليه صار لنا حباس في البول نعم يا حرس يا عيادة يا طبيب يا مش عارف شنيه الرجل مريض الرجل مريض ما بوش يرفعوه خلاص إلى أن يعني أيسنا الساعة أربعة الساعة واحد والظهر تقريبا رفعوه هذا التاني يوم من حباس البول مش اليوم الأول نعم الساعة واحد الظهر رفعوه الساعة أربعة العشيج وقالونا الشيخ محمد الفورتية الورفه في المستشفى هل كان يخبر أهل الضحايا بأن أبنائهم ماتوا في السجن والله في الفترة اللي احنا فيها في السجن كانوا يبلغوا في أهليهم وسلموه لشخص إلى أهله هذا في فترة نحن لكن فيها سجناء إلى حد الآن ما سلموا همش لأهليهم ولا أهليهم يعقوا عليهم هذا المفقودين مثلا لما تكلم على الدكتور عمر النامي مثلا وهو من علماء الكبار في ليبيا هذا الرجل يعني الرجل هذا مصيدة كان غامض مش معروف فيه جبلة مطر وفيه عزات المقريف هذا ما يختطفوهم من سلمتهم مصر زمان جبوهم أنا شفت جبلة مطر في داخل السجن من داخل من الزنزان عن تعي من الروشن من النافدة طليت على اللار ينطلعين هل ينطلعوا فيه بروحها هو عزات المقريف بعدين بعد الثورة اهتميت أنا حقيقة بقضية تحقيق متع قضية مدبحة السجن بوشتريم كنت مهتم بها كثيرا فعلمت أن جبلة مطر هذا أخذها المدعو عبد الحميد السايح اللي كان مشرف على مكتب النصر واللي عدب فيه في الناس في مكتب النصر أخذها قبل المدبحة بيسبوعين الآن وين عبد الحميد السايح فار في مصر مش معروف مصير الرجل هدايا قتله طبعا بكل تاكيد لأن عبد الحميد السايح كان ينفذ القتل والتعديب وأه 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 أنا الحقيقة اللي لا أحضرت معي قطعة خاصة بالتعديب اللي كان يمارس فيها عبد الحميد السايح لربما نعرضها للشاهد نعم تبرز لنا هذه الصورة ممكن تخرج على الشاشة المخرج يحاول أن يلتقط هذه الصورة التي تبين كيف كان هذا النظام تحديدا يمارس طرق التعذيب وتلوينها نعم هذه القطعة إيش هي؟ هذه القطعة وجدت الآن يعني بعد التحرير وجدناها في مكتب ما يسمى مكتب النصر عبد الحميد السايح هي تبان زي الحديدة لو كان مخرج فقط يصلت عليها الضوء هي حقيقة فيها في نهايتها كانها حذاء أو كانها قدم يعني نعم فكانوا يضعوا حسب ما علمنا أن الرجل السجين تضع عليها بعد أن تسخن بالنار الله تصل لدرجة يعني الحمرار نعم فتوضع قدم السجين السجين على هذه القطعة الحديدية من حديد هذه من حديد نعم ففيها يعني كيف أماكن كيف يلبسوها يعني بسبتة أو بحاجات يعني فيها التقبين من هنا وتقبين من هنا بحيث أنها تنفل على الرجل وخلوه هذا كله لممارسة الضغوط للاعتراف أو كانت أيضا هذه سمحني يا أستاذ أمين هذه قطعة أيضا كانت توضع في الرجل السجين وتوضع فيها أثقال من التقبين هذه أثقال حديدية ويعلق فتخيل أن إنسان عندها أفطال في رجل وهو معلق فتسحب فيه فتسحب أيوة أرقب السقين كده فغطبا عنه يعني اللي يملوه عليه يوقع عليه يعني نتيجة سبحان الله والتعذيب مثل هذه الأشياء يعني كانوا يتفننون في طرق التعذيب الساديين هم كانت عندهم نزعة سادية يبدو لي يعني مهمش كشن أنا حقيقة لما شفت هؤلاء البشر في دخل السجل سمحني معلش نعم طيب أين استقوا هذه العقيدة العقيدة الوحشية الجبروت يعني القذافي لديه شدود فكري شدود بكل معنى الكلمة لكن الجنود الذين معه ما كانتش عندهم نعمل الإنسانية لا أظن أن فيهم واحد له قلب يعني قدة قلوبهم من صخر يعني الآية الكريمة أنا حقيقة لا أستحضرها ضبط ومن يعني الصخر ومنهم يتفجر منه الماء يعني هذا لا يتفجر منه ما ولا يتفجر منه إلا السو والنكد والظلم والجبروت وكل شيء أنا أحكي لك هؤلاء الناس يعني اللي قدت قلوبهم من حجر يعني في مدبحة سجنة بوسليم في يعني جعدت الناس أهالي البحايا أهالي السجناء يوصلوا في الأكل لأهاليهم لأبنائهم ووصلوا في ملابس لأبنائهم كل شهر والحرص يقبل هذه الأشياء نعم على أساس أن أبنائهم أحياء يعني فواحد من الحرص كان يعني شوف القصاوة القلب يعني ووقفت عليه مرأة عجوز في خارج السجن وأحضرت إناء ما يعرف بطنجرة يعني أو قدر فيها فيها فصولية وتتجدى في الحرص وتبوث له في يده ويقول له بالله عليك يا أوليدي أعمل فيه معروف من بيها تصل ولدي ساخنة وصله لها سخونة والله يا أوليدي حتى حق الحمد سلفت اللي سلف الله فأخذها وقعد نعم هو والحرص ويكرم فيها هو الحرص نعم ويحكي هو نفسه يحكي هذه القصة هذه اللي هو يحكيها هو نفسه كان يتفخر يعني هل فيه ندالة أو حقارة أو صفالة يعني ولم واخد في هذه الأرفاض مثل هؤلاء الناس بما أنك ذكرت سيدي الكريم سيد عبد الرحمن خويلة ذكرت سجن بوسليم والمذبحة المشهورة بمذبحة أبي سليم نعم هذه المذبحة التي كانت تقريبا في 1996 نعم نعم هذه المذبحة التي جعلت العالم بأسره يلتفت إلى ليبيا ولم تظهر هذه الجريمة ولم تبرز هذه الجريمة على السطح إلا في الألفينات 2004 تقريبا والأهالي لا يعرفون بأن أبنائهم يعني تعرضوا لهذه المذبحة البشعة حدثنا باختصار على هذه المذبحة كيف حدثت وأنا خرجت من السجن في شهر مارس سنة 1995 يعني قبل المذبحة بسنة تقريبا نعم كنا نسمع طرتيش كلام بعد خروجنا من السجن يعني بعد المذبحة كتير من الليبيين يعني أنا هناك وناس قتلوا هناك وناس تمردوا هناك وناس يعني تم تصفيتهم يعني من بينهم أنا عندي ابن عمتي رحمة الله عليه حاج يوسف وغويلة وكان الرجل خيرا يعني هذا الرجل يعني رحمه الله بعد اعتقالي بعد خروجي أنا من السجن دخل هو يعني بثلاث أشهر من خروجي دخل يوسف عليه رحمة الله وقعدنا يعني احنا سمعنا أن يوسف قتل فقعدنا خايفين أن يصل الخبر لعمتي ولزوجته ولأبناء وكنا داسين الخبر يعني فهمت إلى أن جول الأمن الداخلي وقالوا لهم والله رهبوكم توفى وسبب وفاة مثلا سكتة قلبية واحد يعطوهم شهايد وفاة وقالوا يقولوا والله واحد مات صار له فشل كلوي واحد ارتجاج في الموق ويخذبوا عن الناس ويعطوهم في شهايد بهذه الطريقة يعني فهمت إلى إن قامت تورة سبعة شبابين الحقيقة هي قبلها بفترة الأستاذ حسين الشافعي وهو الصديق عزيز الآن يقن في أمريكا وتحتها الفرصة أن يخرج بره من ليديا فهو أول من أشار على المدبحة كيفية القتل وإن كان هو الحقيقة ما عاش كل التفاصيل لأنه كان في المطبخ في الخدمات اللي مديرينها من داخل السجنة فكان راقب بعض الأشياء شاف بعض الأسماء وسمع الرصاص وشاف مثلا عبدالله سنوشت شاف منصور ضو شاف عبدالله منصور شاف التهامي خالد شاف النصر مبروك شاف موسى كوس شاف المجرمين هؤلاء هؤلاء كلمجرمين قاموا بهذه المدمحة واجتمعوا في هذا المكان سجن أبي سليم وأخرجوا السجناء وأطلقوا عليهم الرصاص هم مجرمين بطبيعتهم لش ما أبرزوش هذه الجريمة هم معمر القدافي ما كانش يعني مهتم يخايف من الشعب الليبي كان يظن أن الشعب الليبي هذا يعني ولم أحده قطيع من الأغنام أو قطيع من البقر يعني يسوزها كيفما شاء نعم كان اهتمامك كله ما يقال عنه خارج ليبيا يعني ها هو اللي بتعمل لها شوية صداع زي ما تقول وكان وللأسف الشديد أن الغرب يعني كان هو في فترة أنه مزينين معمر القدافي لدرجة أنه فيه شركات أجنبية حتى في فترة أخيرة من الحكمة جدت تظهر أنه هو رجل مستيح هو رجل كدا واستقبلوا في فرانسا واستقبلوا في إيطاليا واستقبلوا أوروبا صلحت تفتال حتى تفرج بالصالح بالصالح من الصالح أيوة فما كانتش لكن لما كترت عليه طبعا الأقاويل في قضية مدبحة بوسليم والسلح سين شافعي المنظمات العالمية غيرها كدا هو التفتلها بعد التالي كيف هي الحقيقة المدبحة تطول تفصيلاتها نحن نريد نتكلم عن المدبحة بالتفاصيل ربما تطول نعم تطول التفاصيل للمدبحة لكن مثلا أنا نقول لك أنهم قتل 1270 شخص في يوم وح قتل مرضى عضالة سنوسي قالهم لنا المرضى يوم الجمعة يوم 28 ستة سنة ستة ستة سعين أخرج المرضى لعلاجهم 150 شخص قضى عليهم في تلك الليلة بحجة أنه رفع حمل العلاج قتلهم التاني يوم لهو يوم السبت جاي عبدالله سنوسي منصور ضو عبدالله منصور عز الدين الهنشي هذه المافيا كلها وقاموا بالقتل يوم 29 ستة وخلوا الجثة مرنية حوالي أربعة أيام بعدين دفنوها وحطوها في جب في داخل السجن صبوا عليهم مادة الحنضي الكابريتيك المركز الله بعدين بعد أربع سنوات حفروا عليهم تاني حفروهم ورفعوهم لمنطقة الجيوش حطوهم في الكسارة يبوهم الأعظام تتكسر ما صارش من تكسير الأعظام من كسارنا مطلعتهم باودر حفروهم حفرة أخرى وحطوا عليهم إطارات السيارات وولعوا فيهم النار في العظام وأخذوا العظام وأخذوا الرماد هدأ ودروا في البحر هنا في منطقة 32 في تجورة فهذه محتصر قمة الإجرام وما يدمي القلب ويحزن يعني فعلا عندما الآن يتداول بين الناس يقول لك أولئك الذين سجنوا وقتلوا بين بعض ضعاف النفوس من تأثروا ببطش النظام يقول لك أولئك زنادق ومجرمين وغير ذلك بينما تقلب صفحات الأمن الداخلي فلان حافظ للقرآن تهمته وقبض عليه فصالة الفجر لأن اجتمع اجتماع مع أهل المسجد بعد الصلاة فلان أيضا ربما كان من العلماء ولكن متهم بأنه يناوئ النظام في بعض الأفكار السياسية فأغلب التهم تهم فكرية وتهم إيدولوجية أنا في التحقيق نعم لما حقق معي المحقق سألني بعض الأسئلة تدل على تفاهة النظام وتدل على تفاهة المحقق وتدل على تفاهة يعني معمر القدافي وكل من اقتنع بفكره وكل من هو مقتنع بفكر معمر القدافي الآن يعني أنا أعتبره إنسان تافة يجانب الحقيقة يسألني المحقق يعني تصلي من ضمن الأسئلة سبحان الله قلت لك نعم نصلي فقال لي من لي قالك صلي ماذا تنتظر مني إجابة يعني مثل هذا التفاه ماذا تنتظر مني إجابة لإنسان يصلك هذا فقط طوي للمشاهد يعني يعني كيف النظام كان يتعامل نعم أنت يا من تأثرت بالآلة المضللة لهذا النظام بأنهم زنادق بأنهم غير ذلك انظر إلى الأسئلة يكان يسألون يحريبون يعني صلب العقيدة والدين الإسلامي بالضبط يعني معمر الجدافي هذا يعني قونه لا ينتمي إلى الليبيين أو لا ينتمي إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم لا ينتمي إلى الإسلام هذه لا شك فيها ولا جدان أنا أحكي لك حادثين أو ثلاثة سيدي تفضل أن معمر الجدافي هذا طبعا من المعلوم لكل المشاهدين ومعروف لكل الليبيين أن معمر الجدافي تجرأ على سيد الخلق عليه الصلاة والسلام ولم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بالسوق نعم تهكم على السنة تهكم على القرآن الكريم تهكم على الحج تهكم على كل ما يتعلق بدين الله نعم كان فيه شخص رحمة الله عليه معروف عند أهل طرابلس وعند كثير من الناس اسمه الأستاذ محمد شلابي نعم أصمر لو أن الأستاذ محمد رحمه الله كله بأن يكون أمين مكتبة في باب العزية لمعمر الجدافي هذا الرجل يقول أنه قعد فترة يشتغل في كأمين مكتبة فعد له مكتبة كبيرة جدا يعني ولهن تخصم مكتباته وكلف من قبل الجامعة في ذلك الوقت في بداية السبعينات فيقول أن لما نجي نأتي للعمل صباحا للمكتبة بحيث أن نرتبها قال نجي كل الكتب الموجودة على مكتبة معمر الجدافي أغلبيتها تتعلق بالماركسية باليهود بشيوعية الأفكار الشادة الأفكار الشادة نعم قالوا لفت نطري مرة من المرات أني أني لقيت ورقة ملفوفة معجنة يعني مكامكما لوحة في الأرض فالتقت هذه الورقة وإدى بها صفحة من القرآن الكريم سبحان الله فقال سويتها وبحثت على رقم الصفحة ورجعتها في المصحف في المصحف وردت المصحف في مكانها وحرق مصحف جديد بعدها ثاني يوم أو ثلث يوم يلقى نفس القصة تكرت فرجع الأستاذ محمد رحمة الله عليه شلابي يراجع في الصفحات الممزقة من المصحف وإذا به يجد جميع الآيات التي يعني يلعن الله تبارك وتعالى فيها اليهود يعني هي التي نزعت من المصحف كان ينزحها معمار جدا فيه من المصحف نعم هذا الرجل اليهودي يعني رجل يكره دين محمد صلى الله عليه وسلم سيد عبد الرحمن بدأنا حديثنا عن سجن أبي سليم نعم وسجن بو سليم كان له الدور الفعال والشرارة لاندلاعي هذه الثورة خرج أهالي الضحايا في بنغازي أكثر من مرة وخرجوا أيضا في حدة مدن المحتجين يريدون حقوق أبنائهم فتعاطف الناس ونحامي بفتح تربل واعتقل المحامي وخرج الناس في السابع عشر من فبراير وقامت هذه الثورة التي اليوم نحيي لربما يعني ذكراها هذه الثورة المجيدة المباركة التي خلاصتنا بفضل الله سبحانه من براتم هذا النظام سجن أبو سليم كان له دور كبير في هذه الثورة حققت الثورة جزءا ما سقط النظام كيف استقبلتم هذه الثورة أنت كعبد الرحمن غويلة سجين سياسي سابق كيف استقبلت خبر الثورة وأيضا مقتل جلاديك ويعني من كانوا سبب في قهركم يعني حقيقة أنا دائما نقول فيها هي نعمة الإسلام لا تضهيها نعمة في المقام الأول دائما الحمد لله رب العالمين أنا الواحد كان مسلما الحمد لله رب العالمين هذه نعمة لا تضهيها نعمة ثم تأتي بالنسبة لي نعمة خروجي من السجن الحمد لله الذي أخرجني من السجن قال سيدنا يوسف حتى نحن الحمد لله الذي أخرجنا من السجن تأتي يعني ليشفي الله قلب أو صدق قلوب المؤمنين في حقيقة لم أجد تعبير مثل هذا التعبير إن الله شفى صدورنا يعني يعني وأخذ لنا حقنا أنا حقيقة جبلت واحد من الجلدين أو واحد من الطغاة اللي كانوا معمار الكدافي يعني من كبار الطغاة لو أعضل منصور ضو يعني فأقلت له أنت ضربتنا بالصواريخ ضربتنا بالدبابات بالقنابل سألته كم عندك من الأبناء فقال لي تسعى أبناء قلت له وين أبنائك الآن قال لي ما نعرفش عليهم ولا واحد قلت تعرفين السبب السبب لأنه أنت تضرب الصواريخ بالدبابات بالقنابل وإحنا في الليل نقول اللهم أفرق جمعهم اللهم أفرق شم لهم اللهم يا رب زلزل نظامهم قلت له كانت دعوة مظلوم دعوة في الليل كيف استقبل كلامك فبكى والله سبحانه يعني هذا الطاغية هذا الجبار هذا يعني بكى لكن لا أظن أنه بكى من ربما من الطاهر حرقة ربما على أبنائها اللي ما عادتش يشوفهم طيب سيد عبد الرحمن كانت تضربنا حقا غطورة 17 فبراير دارك الله فيما قام بهاما سيد عبد الرحمن الآن الجلدين يعني الطوغيت نعم مجدين في السجون عبدالله السنوسي ومن معه الآن في السجون الليبية مجدين في ترابلس تحديدا نعم إيش الطالب وتوا وإنتم سجنة سابقين القصاص القصاص العادل لماذا تأخر هذا القصاص هذا يوجه الحقيقة للقضاء والنيابة وهل فعلا تأخر يعني والله في نظره تأخر يعني حقيقة لأنه وطالت يعني انتظار الناس طال يعني فإنهم يروا يعني حقهم يعني يجب أن يؤخذ هذا الحق لهؤلاء الناس يعني عجائز رامل أطفال يعني تكالة النساء تكالة يعني أبناء أيتام المفروض يشوفوا حقيقة سيد عبد الرحمن استرجعنا في هذه الحلقة التاريخ لا للبكاء والعويل كما يقال نعم أو حكايات الماضي وكان يمكان سجن بو سليم وكانت ثورة وكان مش عارف إيش ولكن كما يقال لاستلالي العظى والعبر والنفائس والدروس من هذه الأحداث ختاما انتهى وقتي أنا هنا في هذه الحلقة ما هي أبرز الدروس التي ممكن أن نستلها وأن نستخرجها من سجن أبي سليم ومن سجون النظام السابق ومن الثورة الليبية الحقيقة اللي حدث في بو سليم نعم وحدث أيام عمر القدافي نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يتكرر في ليبيا أنا ضد حقيقة أي اعتقال لأي شخص مهما كان أي شخص مهما كان لا تعتقله إلا بإجراءات قانونية رسمية لا نرد أنا ضد الاعتقال القصري ضد التغييب ضد الخطف نحن السجناء أبو سليم لدينا أو السجناء الرأي لدينا جمعية اسمها جمعية سجناء الرأي يعني كلنا نتفق في أنه لا قهر لا ظلم لا اعتقال بدون إجراءات قانونية يعني فلتكن لكم عبرة بمن سبق أيوة يعني هذا اللي ننادي به الآن لأنه لو كررنا نفس التجربة الماضية معناها ما قمناش بالثورة معناها الثورة لم تنجح نعم الحقيقة نحن لا نريد أن يتكرر الماضي وربما هذا الذي ذكرته من تجاوزات فعلا بعد الثورة حدث حدثت سجون حدثت تعذيب لأناس أبرياء وحتى غير الأبرياء في شرعنا لا نطالب بهذا الفعل يعني نعم هذا منافي لشرع الله سبحانه وتعالى نعم فإش تقول لكل واحد عند الآن ما زالي مرسي هذه يعني الأفعال المشينة أنا نقول لا اتق الله في نفسك لأنك لا تدري ربما تكون في مكان هذا السجين في يوم من الأيام سبحان الله ولكن عبدالله سنوسي عبرة وليكن عبدالله سنوسي لك عبرة وليكن ما قام بتنفيذ ما تبحث سجين أبو سليم القتلى اللي قاموا بالقتل الآن موجودين في داخل السجون يعني لا يعني أنا حقيقة رأسي التحقيق فترة من فتراته أنا كدابة شرطة في أكثر من مرة كنت رئيسا للتحقيق فكانت من مبادي امتعي وأنا شاب صغير في ذلك الوقت يعني من سنوات يعني كانت من مبادي امتعي أني أنا كل من اشتغل تحت إمرتي نبهت عليه أنك أنت لا تدي إنسان لا تضرب لا تستعمل العم في التحقيق نحن محاضر جمع السدلالات نأخذ الأقوال من الناس ونحيلها إلى النيابة النيابة هي جهة التحقيق اعترف المجرم أم لم يعترف أمامك أنت مجرد تأخذ محاضر جمع السدلالات وتحيلها يعني أنا ضد الضرب ضد التعديب ضد العنف ضد هذا كله أنا ضدها الحقيقة في السابق والآن بفضل هذه التورة المباركة يعني نرى أنه لا يتكرر الماضي ختاماً سيد عبد الرحمن في كلمة السابع عشر من فبراير إلى أين إلى النجاح بإذن الله بإذن الله ستنجح بإذن الله ثورة السبعة عشر فبراير لأنها ثورة مباركة لأن من قام بها شباب وهبوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى لأن من خرج خرج لله لم يخرج لغاية لمال لم يخرج لمنصب لم يخرج لجاه خرجوا والآن شباب اللي لدينا في الجبهات إلى حد الآن ما الذي دفعهم إلى خرج الجبهات لعلها كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستنتصر هذه التورة بإذن الله وهي منصورة مرعية بإذن الله السيد عبد الرحمن غويلة ضابط التحقيق سابقا وكنت ضابطي الشرطة سابقا وأيضا سجين سياسي صادق بسجين أبو سليم شكرا لك على هذه الكلمات التي ربما رددتنا إلى الماضي بقساوته كما يقال ولكن نستفيد من هذا الماضي برك الله فيك شكرا لك سيد برك الله فيك الله يحرق إن شاء الله والشكر أيضا موصول لكم أيها المشاهدون على استمراركم معنا في هذه التغطية الخاصة التي نحي فيها ذكرى السابع عشر من فبراير مني أمين الهاشمي وفريق العمل بقناة التناصح طحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم